أكدت الكويت دعمها الكامل وموقفها الثابت لنضال الشعب الفلسطيني لنيل كامل حقوقه السياسية المشروعة بإقامة دولته المستقلة على أرضه وفقا لحدود عام 1967 كلمة وفد الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة ألقتها السكرتير الأول جواهر الصباح أمام لجنة المسائل السياسية الخاصة وإنهاء الاستعمار ضمن أعمال الدورة الثانية والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة وفيها أوضحت الصباح أن الكويت تطالب بإطلاق سراح المسجونين والمعتقلين الفلسطينيين وإرسال لجنة دولية للتحقيق وتقصي الحقائق حول الأوضاع في سجون الاحتلال الإسرائيلي والتحقق من مدى التزام إسرائيل بأحكام وقواعد القانون الدولي بهذا الشأن كما أعربت عن استنكارها لاستمرار الحصار غير القانوني واللا إنساني على قطاع غزة الذي يشكل انتهاكا آخر لقرار مجلس الأمن 1860 واتفاقية جينيف الرابعة لعام 1949 الكويت أكدت دعمها لطلب فلسطين الحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة بعتباره خطوة للأمام من أجل تحقيق حل عادل ودائم وشامل للنزاع الإسرائيلي الفلسطيني